رسول الله وعلى آله وصحبه الله بعد إخواني الكرام فنحن الآن في المجلس الثامن وعشرين مجال الصناعة طالب العلم قسم المنظومات نحن الآن في الحصة الأولى اللي هي في متن الورقات لإمام الحرمين ونظمه للعمريطي رحمه الله رحمه الله الجميع لاحظ نحن وصلنا إلى هنا إلى تقسيم بعد أن انتهينا من تقسيم الكلام إلى تمن وعرض وقسم وقلنا أنه التمني هنا إظهار محبة الشيء لاحظ والترجي لاحظ إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته لاحظ والعرض لأنه هنا تمن وعرض اللي هو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو فتصيب خيرا طيب والقسم الله لأغزونا قريشة طيب بعدين قال وينقسم الكلام طبعا هو نحن هنا بالنسبة ل نقرأ شرح متن الورقات هذا تبعا لكن نحن نقرأ نحن نتناول النظم نظم متن الورقات اللي هو للعمري تي هذا لما قال هنا نحن شرحنا فيما سبق هذه أقل ما منه الكلام ركب اسماني لاحظ أقل ما منه الكلام ركب اسماني أو اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام الثاني على التقسيم الثاني يعني التقسيم أول أن يقسم الكلام إلى إخبار أخبار واستخبار وأمر ونهي ثم الكلام ثانيا قد انقسم التقسيم الثاني إلى تمني وعرض وقسم الآن التقسيم الثالث الذي هو إلى مجاز وإلى حقيقة وحد وما استعمل ما هي الحقيقة قال ما استعمل من ذاك في موضوع وقيل ما يجري خطام في الصلاح قدم أقسامها ثلاثة أقسامها حقيقة شرعية وحقها لغوية وحقها عرفية لذلك قال أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به التجوز في اللفظ عن موضوع تجوز بنقص أو زيادة النقل أو استعارة كنقص أهلي هنا يضرب مثال على النقص كنقص أهلي لاحظ ما معنى نقص أهلي قال وهو المراد في سؤال القرية وسأل القرية كما أتى في الذكري دون أمريا وكزدياد الكافي في كمثلي ليس كمثلي شيء يعني زادت الكاف هناك وكل غائط المنقول عن نحلي رابع كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا طبعا نحن سنقرأ من شرح ابن إمام الكاملية على الورقات هذا هو لاحظوا ننتقل إلى مئة وخمسة لاحظ هنا بيقولك ينقسم الكلام من وجه أخر إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة فعلية مأخوذة عفوا فالحقيقة فعيلة مأخوذة من الحق يعني وزن الحقيقة على وزن فعيلة مأخوذة مشتقة من الحق بمعنى الثابت لاحظ إن كان بمعنى الفاعل لاحظ إذا كانت حقيقة بمعنى اسم الفاعل يعني تكون بمعنى إيش الثابت أو إذا كانت بمعنى بمعنى الاسم المفعول تكون المثبت إن كان بمعنى المفعول إذن إما حقيقة بمعنى الثابت إذا كانت هي فاعل أو لأنه فعيلة على ما يأتي على وزن فعيلة ربما يأتي على معنى بمعنى الفاعل أو يأتي بمعنى اسم الفاعل طيب والدكتور محمد حسن هيتو له كلام طويل حول هذا اشتقاق الكلمة الحقيقة موجود هذا في فيديو له على اليوتيوب يعني كلام رائع في الواقع كلام طويل طيب والتاء الداخل على الفعيل المشتق من الحق يعني فعيلة التاء الأخيرة المربوطة قال هذه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية أنه في مثل وفي لأيضا تاء أيضا لنقلها للمبالغة في الوصف مثلا علامة لكن علامة هذه التاء فيها ليست للمبالغة لأنه علام مبالغة التاء هنا طيب الآن هنستبعدين للمراجعة التاء التاء من الوصفية نحظة طيب ثم يقول هنا فالحقيقة ما بقي لحظ عرفها المصنب بقوله يعني إمام الحرمين فالحقيقة ما بقي على موضوعه هذا تعريف أول لإمام الحرمين لحظ فالحقيقة ما بقي أي في الاستعمال من الأشياء على موضوعه وقيل تعريف ثاني ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبقى في موضوعه لاحظ على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي الذي هو الدعاء بخير يعني أصل الصلاة في اللغة الدعاء لاحظ لكن هذا لم يبقى على موضوعه لأنه صارت تطلق على الأفعال المبتدأ بالكبير ومبتدأ بالتسليم لاحظ قيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة فإذن الصلاة في الهيئة المخصوصة هذا حقيقة لكن حقيقة شرعية فإنه لم يبقى على موضوع اللغوي اللي هو فقط الدعاء نعم تضمنت الدعاء الصلاة التي نصلح وكذلك الدابة لذوات الأربع فإنه لم يبقى هذا أيضا مثال على الحقيقة العرفية يعني الدابة هي عند العوام أو عند الاصطلاح الاصطلاح الناس يعني أنه هي ذوات الأربع لما يقولوا وعادي يشتمون قلوا يا دابة يعني هم يشتمونه مع أنه دابة وكل ما يدب على الأرض في أصل اللغة وكذلك الدابة لذوات الأربع فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض لحس وزيك شاموس ينزعج لما قالوا له الدابة وقالوا لهم يا الوحابي قالوا له وأفهم كلام المصنف على التعريف الأول يعني هنا لما قال فالحقيقة ما بقي على موضوعه أفهم كلام المصنف على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فليس بحقيقة يعني هو لأنه ما هي الحقيقة على التعريف الأول ما بقي على موضوعه لكن الصلاة طالما هي نقلت إلى إذا استخدمت بمعنى الأفعال مفتحة بالتكبير ومفتحة بالتسلي ما هذه ليست حقيقة هذه صارت مجاز لغوي لكن هي حقيقة شرعية لاحظ وأفهم كلام المصنف على التعريف الأول أنه ما بقي على استعماله الحقيقة ما بقي على استعماله الموضوع له لاحظ على موضوع ما بقي على موضوعه لاحظ على ما وضع له يعني بقول لك أفهم كلام المصنف على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فليس بحقيقة سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضح إذن إذن الحقيقة ما هي ما وضع ما وضع له ما وضع له من المعنى الوضع الأول ما وضع له أهل اللغة يعني بخض النظر من هو الواضح الواضح للغة والله أم أهل اللغة يعني فالمعنى الموضوع له أولا هذا هو الحقيقة اللغوية إذا نقل بقى إلى معاني أخرى سواء بقى مجازية أو معاني أخرى حقيقة هي في الشرع أو في العرف أو في الوضع فهذا لن تبقى حقيقة وقوله في مصطلح عليه من المخاطبة هذا بقى التعريف الثاني وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة طبعا هنا في النظم شوف إيش قال هنا في النظم شوف وثالث مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه هذا التعريف الأول أنه ما بقي على موضوعه لما قال هنا ما بقي ما بقي ما بقي على موضوعه هذا التعريف الثاني ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة أشار إليه هنا في قوله وقيل ما يجري خطابا في استلاح قدم في استلاح تقدم شايف كيف ببيت واحد العمريطي رحمه الله ضمن التعريفين بيت وجزء يعني جاء بيت ونصف يعني بعدين هو بدي يتكلم بقى على الأقسام الحقيقة لأنه حقه شرعي وحقه وضعي وحقه وضعي لغوي يعني وحقه عرفي طيب هنا فنرجع إلى هنا لحظ وقوله في مصطلح عليه من المخاطبة هذا التعريف الثاني يدخل فيه الحق الشرعية واللغوية شوف والعرفية العامة والخاصة يعني حتى اللغة الاصطلاح العرفي فيه فيه عرف عام وفيه عرف خاص الآن يعني مثلا أهل الصناع كل أهل الصناع مثلا يتواضعون أو يصطلحون على معاني لكلمات لها معاني أخرى في المعنى اللغوي أصلا هكذا أهل الفنون أهل كل فن أو أهل كل علم هكذا له اصطلاح مثلا الجوهر عند أهل الكلام غير الجوهر في اللغة غير الجوهر في والعلة في الفلسفة غير العلة عند أهل الكلام غير العلة عند أهل الأصول غير العلة عند الطبيب مثلا العلة مرض لكن العلة عند الأصول ما قصد منها الحكم ليست الحكمة إنما ما يناط به الحكم وهكذا أما العلة عند الفلاسفة فهذه العلة ومعلول هنا يقول والمجاز وعلم أن الوضع جعل اللفظ دليلا لم يقل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أن هذا يدخل فيه الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية والمشترك لكن هنا في قال كلمة وضع هنا الحقيقة على ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه هنا سيعرف كلمة الاصطلاح أو الوضع شوف الوضع هذا علم خاص اسمه عن الوضع الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد محمدا وهذه كلمة محمد تدل على هذا الشخص الذي سميناه بهذا الاسم والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى إذن الوضع نضع اللفظ بإذاء معنى والاستعمال أن نستعمل اللفظ ونريد المعنى طيب لكن هنا قد اللفظ يوضع لشيء ويستعمل لشيء آخر بصير هذا مجاز كما قلنا الوضع أصل كلمة الدابة موضوع لذوات الأربع لكن الاستعمال خصها بأنه خصها بأنه لذوات الأربع وليست لكل ما يضب على الأرض فصار الاستعمال شيء والوضع شيء تاني لاحظ بقول لك بعدين والمجاز على ما اختاره من التالي